اشتركوا في القناة والنيابة في شأن قضية كاميلة شحات الحمد لله ماشي على قدم وساق والحمد لله دينا ناخد نسخة من التحقيقات وهي في أيدينا اللي سلمها لنا الأستاذ صارب وكر المستشار القانوني لإتلاف دعم المسلمين جدد والقائم على قضية اختنا كاميلة شحات وفاق قسطنطين وغيرها التحقيقات الحمد لله فيها شهادات جديدة نعلنها الأول مرة هي شهادة الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة إشهار الإسلام وذكر في المحاضر اللي ان شاء الله تعالى حننشرها في الجرائد وعلى مواقع الإنترنت وفي صفحة الفيسبوك لإتلاف دعم المسلمين جدد وفي المرصد وكل المواقع الأخرى المنضاية تحت الإتلاف الشيخ سعيد عامر بيشهد أنه كاميلة شحاتها أتت إلى الأزهر وأنه تم منعها من إشهار إسلامها وعاقد كل الإجراءات لإنهاء هذه القضية فيا ريتنا أخذ صورة بس هذه صورة الداحيات نوسخة لسه يأخذيناها دلوقتي من فيني يا سستري من نيابة وسط نيابة حوادث وسط قير الحمد لله تقديمنا 45 صفحة فالحمد لله رب العالمين حقيقة نحن الآن نرى أن القضية اكتملت من النحية القانونية والأركام بتاعتها أصبحت تامة ولا تنتظر إلا اتخاذ خطوة باستعادة ملف أحد الأخوات الأسيرات وإحنا ننبه القضايا في الأساس قضية الأسيرات المسلمات في سبون الكليسة وهنا كثر وإحنا قدرنا أن نكمل ملف إحدهن اللي هي الأخت كاميريا نصلا أن يردها إلينا عجلنا غير آجل ونتساءل يعني بعد اكتمال هذه الأركان القانونية ما الذي تبقى يعني هل بحاجة إلى ثورة مثل ثورة 25 يناير حتى نستطيع أن نحصل على حق لأبسط الحكوك الأدمان اللي سينا تمتع بحريته في اختيار عقدته ودينا تمتع بحريته في ممارس حياته الطبيعية بعدا عن صوت وطوى قهر وجبروت الكنيسة الأورسدوكسية المتطرفة دي كلمة بنتركها لكل الذين لهم أذن للسمع فليسمعوا الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم اللي عايزة أقوله يا جماعة الموقف القانوني دلوقتي موقف واضح جدا بالزاد بالشهادة بتاعة الموظفين بتوع إشهار الإسلام في الأزهر الموضوع ده بيصير مصيبة كبيرة جدا 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 إن كان فيه اتفاق غير أخلاقي على حج الإنسان عن ممارسة حقه في اختيار عقده والمسألة دي لا لها علاقة بقى بلا بسنية ولا لها علاقة بسلفيين ليحلوا أوي أوي للإعلام يقولك السلفيين السلفيين اللي مش عارف إيه لا المسألة دي أخواننا ملهاش علاقة بالكلام ده خالص المسألة دي ليه علاقة بإنسانية وبكرامة الإنسان وبحقوق الإنسان اللي هو مسألة مستقرة في جميع أنحاء العالم أرجو من عقلاء مصر والمسؤولين في مصر إنه هم يرد الأمور لنصابها والناس دي تمارس حياتها الطبيعية وترجع لحياتها الطبيعية وتختار عقدتها كما تشاء علشان يعني نقف فعلا إحنا في بداية الطريق إن إحنا عاوزين نبقى دولة يعني ليها شأن في العالم ما ينفعش أبدا نكون عايشين في القرن مش عارف التلاتاشر ولا الاثناشر ولا حاجة كده يعني وإحنا بنتكلم في القرن الواحد وعشرين يعني المسائل دي كان أسمعها عن راسبوتين والناس دي لكن النهاردة لابد إن سيادة القانون إحنا بنقولش بقى الشريعة وما بنقولش بنقولش سيادة القانون اللي أنتو عطينه يعني يا ريت نحترم القانون اللي إحنا قانون العقوبات وقانون الإجراءات القوانين اللي حطاها البشر اللي إحنا نستوردانها أصلا من برد بنرجو احترام هذه القوانين يا أخواننا والله نحن مخدين لهذا البلد والله نحن أحرص على مصلحة هذا البلد من أي أحد ونتمنى إن البلد تهدى وإن الأمور ترجع لنصابها وبعد كده يعني إن شاء الله مصر على أول الطريق لأنها في مصف الأمم المتقدمة بإذن الله ومسألة دي وصف متعار لابد أن ننتهي منها وجزاكم الله خير وصحنا عليكم جزاكم الله خير نحن بس بننبه 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 إن شاء الله تعالى إلى إنه الاقتلاف ماشي في مصارات قانونية وأصبحت وضعها الآن وفي مصارات إعلامية ومصارات احتجاجية إن شاء الله وفي مصار السياسي في مقابلة مع الوفد الوفد من الاقتلاف مع المجلس الأعلى العسكري فنرجو من عقلاء هذا الوطن سواء على هذا الجانب والجانب الآخر إنهاء هذه القضية التي إن لم تحل فأعتقد إن نحن هنكون على شفى يعني الصراع لن يخمد الله مستعلم